تحول اليوم الذكرى الثالثة عشر لرحيل الروائي خيري شلبي والذي يعد واحدا من أفضل الروائيين والأدباء انطلاقا من اهتمامه الشديد في أعماله بالبسطاء والمهمشين وتوج مشوار شلبي بالحصول على جئزة الدولة التقديرية في الأداب عام 2005 وتحولت بعض رواياته إلى أفلام سينمائية ودراما تلفزيونية فضلا عن ترجمة بعض أعماله إلى عدد من اللغات الأجنبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة